بل كل شيء هو ملف قانوني إذا سلمنا اللي هناك سرية تحقيقات هي مسألة يعني محسومة الناس اللي تلوج على يعني مبدأ سيادة القانون يلزم تحترم بعض الإجراءات في القانون التونسي ما يمكنش حتى واحد ينكرها لا يعذر الجاهل وبجاهله القانون ثم مسائل هذا الملف ليس الأول وليس الأخير هناك عديد الملفات فتحت في السابق في زمن النهضة وفي العشرية السوداء يعني وقع احترام القانون هناك من برئت ساحته في ملف تأمر أمن الدولة يعني وزن أثقل من هذا على أمن قضية تتحدث ملف شفيق جرية فيه شفيق جرية فيه سابر العجيلي فيه عماد عاشور في 2017 في إطار يعني الحرب على الفساد اللي انطلقت مع يوسف الشهد اليوم لماذا يعني بعض الأطراف يعني تخشى من المحاكمة الجنائية ومن العدالة وخاصة وهم يرفعون يعني بعض الشعارات قالوا الملف فارغ إذا هو الملف خاوي كما كان يوسف أخونا حسين على عروشي يعني عندك يعني سهولة في التعاطي مع هذا الملف وبالتالي أنا من هذا الموقع نقول والله يجبنا نحترمه شوي القانون ونحترمه سرية التحقيقات من حقك بش تلقي ذو على بعض يعني الخروقات على تجاوزات معينة لكن لا يمكن اليوم يعني التسليم اللي هو ملف فارغ اليوم ملف قانوني عندك انت معلومات تقولوا أنه الملف هناك ملفات يعني من تصورش النيابة العمومية